موسيقى 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 عاش حياته غير خدمته تزوج ولكن مراته كاتهتم غير بالفلوس والمجتمع كيتلقى واحد المدل اللي كاتقل بحياته كي يحشقها بجنون وتملك ولكن اللي دالنبي يبغوا يضمره ساعاته وياخدها منه مغني يسمح لتشي واحد اللي يبعد علي ولا كي يحشقها مضمن لها ومجنون بها ولات حياته كاملة طفلة البريئة الشقية اللي اختفت قلبه أما هي فعلا إنسانة بريئة جميلة بطريقة لا توصف عاشت حياة وحيدة مع دوالو لصاحب لصاحبة لقريب لقريبة تحملت قصوات الحياة اللي ما يقدر يحتحملها واحد ولكن عزبت أخيرا على أنها تغير حياة بيديها وتهرب بالمصير القاسي سكتقابلوا صدفة صدفة اللي ستغير حياتهم هو وهي بزوج وهذه مقدمة بسيطة على القصة ديانا إن شاء الله هتعجبكم اللي عجباتوا القصة يخلي لايك باش يدعم للقناة يخلي تعليق فيه رائدينه في القصة مرحبا بكل الناس جداد اللي دخلوا القناة مؤخرا شاركوا فيها اللي ماذا لما تشارك مرحبا بي شاركوا وفعلوا الجرس وانضموا لإضا أقبل أي حاجة قلعرفكم على الأبطال الرئيسي دي الرواية قصد شافعي عنده 32 سنة شديد الوسامة طويل القامة الجسد دياله رياضي الشعر دياله أسود حالك شخصية دياله صاربة وحادة والقلب دياله قاسي بك يعرفش يحدث مثال حب رجل أعمال الثاري عنده مجموعة ديال الشركة اللي كيديرها بنفسه وكيد إياد نوربتين عنده 30 عام طويل القامة ما لبيح دياله جدابة شعره من نغام شخصيصه باردة ما كتليش قلبه ديال الحجر ما كيعرفش معنى الرحمة فيرس الشريف عنده 29 عام شديد الوسامة طويل عينيه بلون سمط كي يجد من اللي كيشوف فيه ما لبيح دياله جدابة القلبه حسوى من فولاد شخصيصه قوية ما كيتقش نساء نهائيا شيطان في هيئة إنسان وسيلة هي البطلة ديالرواية ما زال ما كملت 18 لعام جسد ديالها ممشوق موسى ناسق القمة ديالها قسيرة البشرة ديالها بيضة حليبية الخاصلات ديالها نهرية والعينين بلون سماء واسعة شخصيصة عفوية كتصرف بدون تفكير وسريعة الغدب بريئة ورقيقة فتدخل دياله وحد الحضن عاميق وحد الوجع وآلم عانات في حياةها بالسافي سيمة معندها واحد وتربات في دار الأيتهم شهذا عندها 23 عام جسد ديالها ممشوق موسى ناسق كتميز وحد شخصية بريئة هادية سريعة البكاء وتسأتر كزحشق إياد زوجها بالطريقة لا توصف كينات هولين عندها 20 عام جسد ديالها ممشوق موسى ناسق البشرة بيتها الخاصلات ديالها نائمة حريرية وشخصيصة جبانة كتخاف من أي حاجة وليك لقلب ديالها مندهب وداليا الصاوي شخصية استغلالية حقودها اللي كيهمبا هو الفلوس بغت ترقى وتوصل لواحد المكان في المجتمع مع لصيد ديالها رجلها والشهرة دياله بغتغي فلوسه واسميسه من الناس شده لقاشاني الأيوبي عنده 31 سنة كيتميز بواحد الوسامة طاغية ملامحه جادتها مسمى لك غول في العمل دياله هو العدو الأكبر الأسد الشافحي كيكره وبغي يدمره بأي طريقة شخصية باردة أخبيسة ومحسانة صوفي رقيصة قدلت لقوها في الغيصة شخصية ديالها جريئة حقيرة عندها 27 عام كيتعشق الفلوس في صباح يوم جديد في مدينة جمال ديالها طبيعي وخلام مدينة ساحينية حلت عينها بفازة على صوت المنبه العالي الخاص بالملجأ كتعلن المديرة اللي متحكمة وجبارة في سر ديالها منات مبلاصة توجات الحمان قدت تأسلات دياله لتسالات قربات تحاول تفيقهم في قلبات في قرأ للذين ملافقت ولا دخلات لقاتكم بقين ناعتين عارسوا شنو عدد نوضو تحاول تفيقهم برغم أنهم تقريبان في نفس سر ديالها ولكن كانت تراعيهم كانت تفعليهم وعندما يبغوش يفيقهم كلهم تربي في ذاك الميتم يعتبروها واحدة منهم ولكن في حال ختم الكبيرة في حالهم في ذاك الحالة برغم أنها من السر ديالهم وكيحترموها قالوا ما بلنا حضلوها وكيتفو إحنا كانت بغوكم بزا فسيلا تيلي كانت تفعلي لو كانت تجبين نحقنا منها أنا حتى أنا كان نموت فيكم والله لدي سحمل أي حاجة هلأ قبلكم مستعدة ندير أي حاجة غير ما نشوفش كمش كاعين ولا مكسورين جاء وقررمو لها ثاني كي ينقها وكي يزوها ويا فرحة يعانا بهم واقف قدام المرايا مخيقة وغرور كي يشوف المظهر دياله بتيسامة جانبية قدري تديف جيابه وزير على صدنه مضيق من حسبها كتقرب منه الفتي داع لنخسر دياله كتشوفه بتيسامة خبيثة وهمسات لبصة وتخبيث كي يشبهها ثماما تحشتك بزا فأسد كيش كي نشوفك بزا فأسد نزلي الدبوذو وتلفت لها كي يشوفها بصغرية زيان تحشتيني وخا يوم زيان معليش تحولت لمره دياله القسوة جرها من دراها اللي لم تسوقين غطالي آخر مرات تفكري تقرب مني بهالطريقة سمعتي ولا لا ما تنسيش أني كنتي اللي مليتي المسافة من عدد تبليت زوجتك حسارمتك قدرتك حي تنسي ولتي مراتي ولكن بعد زوجناك تشفت قدش نسي إنسان حقود واناني وما كيفرقش معك من غير الفلوس وبس كنحضرك كذالي أنك تفكري تقرب مني تاني أحسن لك ممكن تخدعي آسد الشافعي كنتحلمي ألف وحدة كنت من دو مقدرش تديرها غجيتي يوم تحاول يتخدعيني بذل حركة ديالك هذي شحبه وشها بخوف وتوتر شكتقول آسد أنا كان بغيك كدابة بكاس بغيش من غير نفسك ومصلاحتك يلا ستوريني فيك قبل ما نزوجك وأنا عارفك بزيان عندك يحسن لك نزوجك على قبل خاطر عينيك ولا جمال ديالك مجرد الزوجة يخسروا هاليا مش توقف الجنبي ونعيش حياتي ولكن أما ما عارفت شألم العملة ديال وهادي طيحوني في أحقر إنسان على وجه الأرض شاف على دهال يا بنت ويقاطع أبغضب شش سكسي ما بغيش نسمع صوتك ما بغيت تكلام وإلا الله لله ما بغيت ما بغيت شمس وابغيت كأه واحد الحاجة تعرف ها مزيان أنا عموري ما بغيت ك في حياتي أنا حسر متسك وتعملت معك من لك يرضي الله ولكن أنت لا تسهل إش كمال كلامه ودفع أبغضب أبغضب أنا صعبة سألق بالفلوسك وكي كل شي يقول لي في الملك ديالي أعلى وبوحدي وبعدها ساعة سألق بعد مني لا أرى أبغضب نزل على الدرجة بتيقة دائمة تلقى بخديجة ماما كنت نلتحت بس لها رأسها لماذا عافظه بس سمعت الله يخليك لي يا حبيبي ولدي وضم صدر ديالو يخليك لي رجع بس لها رأسها حسا يوقف عليه الأم ديالو مقصي وليش كتقرب على حبيبي بس يك بس كتت تحاك يا أبش ما علي هالحاج رأى غي أولدي هذا سأرى أمو كيف يبغي بعضهم يشوف العاشق ديال الأم ديالو طول هات السنين يشوف خوف فالي الحال ديالو عني طيب ديالو وذيك المرأة اللي تزوجها تزوج من أحقر مرأة كيف ما كيسمها شوف منها بزاف وبزاف ما غديش انسى طول عمره ديالو ديالو دارتوا معه بتصن بحزن ضيع عمره مع مرأة ما كات هات بيه ما عطتوش لا الحب ولا الحنان كل اللي كيهمها هو الفلوس سبل سخرة قلت كتشوف كثور ولا انها فعلت يالو وذيك ما غني نزل اما هو تلفت لها جره من درعب قوة انسى وتيك تحقي معايا فين كان شوف كنت تعطل تعارف مزيد لسبب ديال زواجنا اني ما كان بغيك ولا كان طيق أصلا وما تحقي معايا من النوع اللي كي يمل بصرحة ممكن افأي لاحظة لطردك من حياتي والأبد طوض معا كي ينزل كتشوف لتحس بالكيسار وحزن خمداسة عيناء بألم من الضغط يالو على يديها وما وزد كي يضغط على أكثر من يكون كان نظر معايا كي يجوبيني من تسكشيش ضغط على الفاك ديالو بقص حسنا كتشوف فيه وادلوجه هذا يتنزا كملي تشوفي معرفش شفت في عينيها باكين وقلبها مفطور كتشوف تخرج الصقصة ولكن أنا كان عمري في حياتي ما أديتك أيها عمري ما أديتك أيها كان كرهك وما كان تضغير هتشي في قلبي لك هشهد عمري ما أديتك من النار ما شفتك وعرف سك ودول إحساس لي للك وشهد في قلبي لك فأجر أجرس محلي كتشلي كتير وفيه الله حرم عليك تفعلي تخلط أحسن الأرض كتحسب الضايع ضمت جسم ديال هاليا وكتشوف في بعينين باكين ودلت مكسورة وضعيفة وشهد هو الشخص لعشقاته وحلمت من الله اللي غتبلي في حدا دارت يداب الوجه وعطت تغلي بك وفي بلاس أخرى كان فيراس كي يكمل تدريبات اليومية خارج من العصال وكي يسمع كلام بافوت كي يتردد كلهم خيدين بحلم أمك خدني أعز صحب لي أفيراس هد هد الجز داعم أحقر مخلوقات الأرض خدني مآز صحب لي خدوا كل مكان ملكه قصرتني أفيراس بعد بغي سوى شقتها خرج من الغرفة الخاصة بالألعاب الرياضية بغضب عارم وقصفة وكورة جميع نساء الأرض أولهم الأم دياله شاء غرفته ويجوا وقف المرايا بغرور يقضل عطر دياله بسخرية يحاول يجد بلين الجزء الآخر يجعل يترجيه معرف أنه يمز بزاف ديال البلاث مثال الأدب وليفة يشغل نوادي والملاهي وثم غنيت فيك تلقوهما بثلاثة فراس وإياد وأسد وفي دار الأيتام وقف كنت تربيت على المكتب وعينك اللي معه بالقوة أكثر حاجة تنقرها في حياتي هي الضل مغديش تسمح لك الضل ماشي وحده من خواتاتي ولا تكعيها رفعت حفايا حاجمة بغضب خواتك كيفش خواتاتك تتراسك ولا شنو تترا ما عندك ولكن لأسف ما كيش عندك بدات زين بكتغوز بجونون حساس بالغضب لديك الطفلة اللي قد دائمها قوية عمارة ما شافت حالة بحياة سكسي عاديمات تربية كيفش نرد سنبنو حدا بحالك لا قيت طبعا دالا آسلا مفصل مربياش ما بقالك شهدها بالسف قالك أيام وغاس غبري منك بمارسي ولوجه أحمر بالغضب ولكن ما قدرش تضح قدام ديك المرأة سبدا تكتغوز ثاني أنا مغلن بشين في وقبل غضب لا قيتش بغى انجلس معك لا حدا واحدة حسن يمتغل بقوها كم تحملين هذا الجبارون ديارك والقسوة ما كيش في قلبك درها ديار الرحمة علش منك يجو المسؤولين كتبزع ليهم انهم يكذبوا يقولوا ليهم بلا بلا كتتتعامل معهم بزيان تباش تبقي غيب ودير الدار الأيتام للا زينب الشافعي أما زينب صافي بكاش قدر انها تتبر لها سكسي الحياوالا كيفاش كتتضري معي بها الطريقة هذي ساميرا ساميرا دخلت ساميرا أنفا ثلاثة ونص ديارة مقطوع جي كتجري قربت منها خوف عمل لزينب فيكتي كان عايت لك ما كتسمع كتغيل ساميرا ترجي كنجري زينب غضب صافي بركة هذي الحيوانة هذي غدت تخذها لسحت في المخزن وتلوح ها ملا ملا شراب عقاب للا اليدارة وعلى قلة العدب ديالها تكتغول سيلا بالنفعال أنا ماشي حيوانة أنا إنسان بحالي خلالتك تغوث بأهلا داتي الدالة وجهك أتشوف فيها بسطمة وعينها يلمعوا بالدموع اللي ما مري شي نزلوا كتشوف فيهم بواجع كتشوف ساميرا بقهر نزلت ساميرا راسل تحت كتحسم الإنكيسار مقدرة جدا فعلة ولا لدي شي حاجة قرجت البر كتجري ودموع يطيح على خدوطها صبقاش يبلغ قدام مكتر صد كتجري هربالة بلدك الميتم كسبك وحلفات إمنا ما ترجعش ندخل هاد البلاسة مهما كان ورجعوا للفيل كانت نازلها للدرج مع جرافة وغرور كتشوف فيهم مضايق قلسات على الأهريك نير رجل فوق رجل أم خديجة أحمد كتشوف فيها نزل خديجة لا أرى أنت حماسك وحماك حسيران حفاظ مضايق لماذا يريد أن ينقلس هادي تعود أن ينقلس هادي خديجة بسخرية بابي بابي ومامي يربي شفت صعب حتيقار ندبع 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 الاختيار لها شوية الحاجة من خديجة يلا حبيب أنا سأذهب لها أنا سأذهب وحماك سأذهب معاك وصفت وحماك وحماك أصدق أخر سأذهب أخبر خديجة وحماك تلتقل بابي وحماك أنت ماذا أعرف ماذا سأخبرك جميع برود اخبر ماذا كمالت الجملة لها بتسام مصفين ذا مصفين ذا أخذت حقيته وجهات لبره بغرور أما خديجة قلسات كانت حسب الألم على ولدها يا حبيبي كيف شمستحبل هذه كيف الصبر عليها ولا فعيلها كانت من لنشوفك فرحان ما حشي وحدة تكون كانت بغيها وكانت بغيك وشفوا ريداتك ولكن ما غديش لخليك ما غديش لخليك نطيع لما يباقف عمرك مع أي إنسانة بحل هذه قلدي لبو الصحين باش نشوف أضحكتك من جديد أما ثيلا كانت واقفة قنطة من البحر كانت بكيبهي السيرية وشهقاتها كإعلاو عالهاش كاي وقع ليها كعالهاش شنو درت في حياتي باش نتسولد ونكون معدي لأهل لأم لأب لأائلة شنو درت حضات نفسها ويا كاتها بس بخافورة بيغا مشي ذهبا بيغا مشي ذهبا بيغا مشي خيفة خيفة بساف كعنجاز قنطة من البحر بشورت الفتن التي يبقى هو ذيك اللي اللي واقفة حض نفسها وخا سلاسة كانت طائر بفعل ديالهامة شفها مع عمق ما كيبلو والو كيبلو غيظهرها والخا سلاسة اللي كانت طائر شفها نظرة أخيرة قبل ما يمشي فين غاز بشي ذهبا سيلة وشتوهتش اللي ترسيه في راسك نغهبية عافا بيلمع اللكسة شي واحد كون بقليسي في الميت كون بقليسي شهورة ونخرج ولكن لغسي لي سابد على نفسي لما فين غلقة خدمة وفين غلقة ناس ثم بس غدا كنتمشة بهدو والكثير من الأسئلة كي دورو فنتين ديالها قفاز خدمة واحد شركة كبيرة وجعا سرقب سوية كنتشوفها من الكتر ترطيفها لو هاتش فيفها بضيق أكيد والساحي اللي قبلوني في بلاصة بحالها مينح باقي سيلة انا غيش فيفها وعلي قدرني شنو غادي ندير ولكن محني الشيحة الآخر شح الساس بشي كسف ديال شي حد كايد نرف كسفها تلبسها سبغطة بحلها لقدشي واحد غا تخرج فعدك لغضب ديالها شهد الغاباء هذا ما شايفش قدامك او شنو شهد سخله فدع للصباح ووف ارفح واجبه فيها مصارب حيض نظرة ديال الشمسية بغرور ودر بين سنال مش كصدري معي انا على معامل غا لكون قدر بهاك نسايا حل عينك مزيلا وانت غادي ولا حيث غاية عندك شوية الفلوس كي حسب لك غا تتعفض على الناس شهده عيني ابن الهران ويتف من بنت سناله شهد تخلو فدع للصباح حيدي من قدامي دارش يدع للخسر ديالها ويتشبح فيه مهيار خلاص وغيكي يشوفها مصارب الهات الصغيرة لقدامه ممكن تصدر بها الطريقة قرب منها شنو أقول لك نحن كتبا تبا تبا تدرسين دروس ديالك وانا ما زال حيدي مقدمي غا تتعطي للمدراسة غلا حيدي ده ككيهين فيها وحتى الطريقة لخلاصه هيك تشوف فيه لها كلامه قدرت النظر دياله مغوره خللها تغضب من الطريقة اللي جاوبها بها ده استقريب 1 دقيقة أحساس بكثب فيه يضرب فيكثبها من جديد هو فشهد ما لوك هذا شاف فيها اكرم استغرب مالك بنتي اصبح غضب طبيقة ار بني ارى سبح ليا والله نتسمى السموم بالهل الى ان تصبح مالا اكرم جذو انضحك شبا وربي الفيراس والا ان يصبح مني بشوية ماذا لكن لتي بينا صغيرة عني ونحن تصبح مقناعي تستطيع عشي ان تصبح مرحبا ايا يا من هلالجين يقول لي كيف يدعي في الواجبات؟ كيف يدعي في الواجبات؟ فجر أكرم بالضحك كيف يدعي على طريق الكلام؟ هذا البنت تحس بها دخلت قلبه وكيف تعرف أن هذا المكان الذي وقف فيها؟ كل هذا يدعي في الواجبات؟ وهو أصحابه؟ هذا الفيرس الذي لا يعجبك وإلا تلقيت النبا أسد وإياه ماذا سوف يدعي؟ أكرم بقيت في تقلبها في السنة لبنته يجب أن يدعي معي يجب أن يدعي بعض العاصر يجب أن يدعي بعض العاصر لكنك تريد أن تنفي محاب الأمر ويلا دعا تريد أن يدعي أنت الواجبات بني في نفس ذاك الوقت يجب أن يدعي إعجابه لمدة ممتعي المتذوق الأولد وكيف يدعي تطور وكيف يدعي أكثر تكلمق بالقياس فقط يدعي كلا وكيف يدعي أمامه؟ مخير شئ. وما زالت طالبة اشتركها بخاف من انها توقف تلك الوظيفة لانها محتاجها بسعب اه ما زالت طالبة ولا كم والله اكن تعلم بسرعة بسعب فممكن ويبتسم ايض بوضع عني ستولين صافي بالموت والضحي يعني شنو؟ بتسم لا ايضا؟ يعني تقبلتي فضل وظيفة وتقدري تبدي الخدمة من البغضة ولا بغيتي ملف ديالك ممتاز وهذا كيأكد انك انك مزيانة لهذه الخدمة تو ساعات بتي سامتها بالفرحة والسعادة معرفش كيف شنت شكرك وقفت من المكتب فرحانة شكك جري جيت صاحب سليلات معها كان بريك بسفنة احسن ريسال في الدنيا كلها سنة كنبس في كاتولين شفت فيهم سوكرة انيسا ريسال تفضل احسن فيها كان فعلا كانوا محتاجين الجوج ديال الكاتبات ودخلت المكتب فقه وهذا هزوجوغي شافت وصعت عيني بصدمة ذاك الجمال ديالا اللي اخدال عقله بحل بغاربي جميلة جدا الفتنة بحداتها وذي قطي خطيلة في النفس خلصة الشقرة لنزل على ظهرها بلعريق وصعوبة من ذاك الكيميات الجمال اللي واقفة قد تعموا سمحلي على الناس انجلس ويا كاتب ساسم شدو اسميسك انيسال بوضو انيسال تعجب بها بل اسم ديالا مزيان شدو لي مزيان الشافة مو شغبة اسميسك اه وكينا هدول على الخدمة اللي سمحسين لا ضم بالله الخدمة ما غاديش تطير كنت تعرف على هذا القمر اللي قدامي اللي يخطف قلبي من اول ورا وشانا حقيقة ولا حلم بحاول انه يتقرر منها محطة اللي ما عجبتهاش هزت عينها فيه بغضب فاس قدامه بخوة بهينة عندك ما مربيش قرر منك ترح سولات الانفاس ديالو قريبة منها يلك سغل ترمبها لينتك الموافق هزت عينتيها يلا بغت ترمو تزير لها لينتها وتحولت نظرة ديالو الوحشية باكي غدينك عليك وانت عصب ولا العصبية ديالو خيبة ممكن تتحرقك وتحرق اي واحد قمتامي ماشي معنى اني معجب بالجمل ديالو انك تطاون عليها حاولت ندفعه ولكن هو ما عادي نتوليش انت اللي انت ما قدراش تغوط ما عادي نتك هالحيا معنى ما حد اقصي باللحظة غنغوط ورجم عليك الناس لا 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 انا كان موت فيك انا كان عشقة النوع الشارس وتمينة شارسة اباربي ولكن لا يقع عليك البارقة بساف دفعته بكل قوتها ورجعت للهر عد على الشفيف وبتزامة خمين تخليها كاتشوفه باحتقار وغل وبالما تخليه وتخرج اما وابقى كيشوفه الاصر ضيالها بالسم بخمس ومكر احسنت بالإيثارة جاهزة للقطع الشقية الشارسة بالنسباني دخلات سيلا مع اكرم للمكتب ديالو كاتشوف من بيهار غزيلة البلاسة هنا تسمى اكرم بحانان شده اسميسك سيلا اسمتي سيلا اكرم تساؤل اسميسك زوينة سيلا ولكن الاسم ديال كده بالعاز غزة تحاول تخرج من الموقف بأي طريقة تقطع حديثه بدخول رضوة وفيه داع عاصر غمضة عيناء براحة احطته على المكتب وشافت سيلا من ادرات متفحصة اخنات العاصر اكرم بقى كيسول فيها اسئلة كاروسينية مع رش كيفاش دخلت له القلبه طلبت منه انا تمشي الحمام ودخلت ليه بذيك اللحظات دخل اسد للمكتب ديال ابي ديالو بذيك تطلى ديالو الواثقة قوية قرب منه اكرم بوضع قصنينا بابا شاف اكرم في الملفات بدك عيسنع ليهم اخدهم اسد يالا بغي يخرج ويش انتو اكرم بنيتو تسلنا مالك الزربان بغي تنعرفك على واحد البنوطة تسلنا اسد بابا مسالي اجدام عندي شي حاجة اخصي القدار ضروري كان كايا ضرور ومازال حقلوش هاد بذيك مولدك الشعر الخسلات النارية اكرم بوضع وانتا فهمتي ولكن انا ما قصدش اللي في كرسي فيه وعد كون ونتيشها لدي كون ونتي قدها بحلها شاعل جاكل شرح دياله اللي كيحاول يخفيه اخده الملفات واسم خارج بالهوضو كيحاول يخفي الغضب دياله من كي يغضب كيقدر يدل اي حاجة الله ما كيفضل انه يخلي كل شو كي ينفارد بنفسه تخلي المكساب قلبه شاعل بالنهر ماشي بنبه ولا كي من ديك المدخل وقدي المراسه اللي حرماسه من الولاد بصم احد الفاعله حاقيره قمض عيني قيدتك الخاصلات النهرية اللي شافكت طهير قدامه بغيشوف مولادها بغيحرف شكون هي شغلات تسفكيره غمديك الخاصلات دياله خدت سوارت واسم خارج لبرا الشركة وفي ناس ديك الوقت تصلت بقيات مراته كيس حاول انها تراضي مهو غيك اهينها كيقول لها كيف هاش آنية كنقول كل مرة بعدين من يمبغيش نسمى السوسو كنتي كتلسقي فيها هكا وقطع لها التليفون اما هي مسحة ضموها كتحاول تلقاشي طريقة لترضيها بها فعاقطع معها ويبساسم يا ريتال كيش اللاجبني من غيرك اما ريتال كانت تفعيه للبصدك النهار لقا تخدمه في شركة اخرى تعلها المقابلة الخاصة شادي وقبلها الملف دياله لانه كان نهار بلص حفزت قبلات في الشركة المنافسة لي كان بغي يستفيد من هادشي مزيان خرجات سيلة من الشركة اصار اكرم عليا باش تبقى شادي وقت نفضي كانت تستمشي ومعرفها في شو سيفت لانه كانت تستمشي لانه كان شخص موجود وحيدة ويتيمة ومعساء لانه كانت تستمشي بقوة تستمشي بقوة اصبع اصبعها ويحاول ان اي طريقة بنتمت بتصغير ومشادي شو سيعطي رفاة العفيفة شو سيعطي اصبعها انت اجبك حسن ولكن ان انا سأجبك حسر سمع الجملة ديالو وكي يجرى دارها مورا تمسكت بها بقوة بحل القدك توق الناجات صوت ديال بكها كان كي يعلو كتر كي حسب قلبه كيتسحرق وكي شعل فيه نار كتر اعتقى منه وبدأ كي يضرب فيها كي يضرب وكي عدير الركيل الشي اللي يخلى كي يحسب الغضب وعيني كي تلقو الشرار معرفش علاج حسب حد الشعور كي يقتلوا من يلقاها جرى والغريب الدورة اول مرة كي يشوفها ذاك الشاب هارب من قدامه كي يجري بخاف ورعب وشولها كله عبر بالدم تلفز اسد تاكيل قهضة ما الجسد ديالها بقوة ومنهارة بالبكا قرب منها تدني صافي ما كيتسحي حاجة تدني كيفاش كتخرجي من داركم في هذا الوقت ها مدر غالط وش عارفش حدستعدة با عارفش حدستعدة با بنتي بنتي كيفاش بنتي انا مجي صغيرة فاش تقولي يا بنتي بقليغي شهرون كملت 18 عام يعني هنكون كبيرة ما تقول شي هاد البنتي هادي كانت كاسدر ويكاسم سحن موحب بسرعة والوجهها بلونتم والبشرة ديالها ديك اللي ناصعات المايات والخاصلات ديالها النارية كيتطيروا بالفعل ديالها كانت بلو بحل ديك الحورية قدامه بالعريقة من ديك الكتلة الجمال والبراءة اللي قدامه ورق في عينيها وبراءتها وديك الخفة ديالنتم اللي سيطراتها لي بتاسم لائرة ديالها لكلامها لا خلوة اكيد انت كبيرة ولا اللي بكتشعر تاسمت سيلا بسرعة شتي قل سهلك ويغرق أسد في حد النوبة ديالة ديالة ديالا شاف سيب حلق على شكت تضحك ليا كنت تضحك عليك حتى انت بارئة بسطاف مش غي بارئة انت رأ وشكت اني انا تمنطج لعم كبرتي ما عارفش علاش قلبو تستحل عفديك اللحظة ولا كاي داقم بس شهد يلا جيرك بمعين وصلك لداقم ساعة تلطي عندك تخرجي في فوقس بحلاته ما غديش ركب معاك مستحيل قالت بسرعة خلص وكاي صار كيفاش مدرك بيش معايا مش خايفة مندي خايفة نخطفك ولا اني لك شي حاجة قالها بسينكار اما هي عينيها المعبودة وهي كتقرب والله بالعكس انا ارتاحيت لك ومعارفش كيفاش نشكرك على اللي درتيق معايا ولكن انا ما عندي سبلاصة نشيليها ما عندي سواحد فالدنيا ما عنديش دار اللي بغي تديني لها ما عنديش أصلا شافة يا بصغر كيفاش ما عندك ش دار دود بوعاك يطيحوا ما عندي لا دار لا تحب تطلعاتك دار وصيارة وفلوس كيحسب لك قاعد ناس بحالك لا كي بزاف الناس ما لقيش حتى البلاسة اللي نعسوا فيها مش يكون قاعد ناس عندهم في لات وصيارات مش يقاعد ناس عندها ديور اللي كتقاويها انا كيني بزاف ما تقدرش حتى حسب كيب هتوغف الزنقاء ومعندوزة بلاسة تسترهم فيك تي عيشة قبل بتقولش نية 18 عمو تي عيشة في الشارع لا كتف الميتم قالتها بحزن ويمتس منها بوضو صافي هكت حلات اكيد ما تقدرش ترجعي للميتم وخيفة حتى تلتي وصفية البلاسة ديولو انا غنوصل لك وندخل جاوباته بلحفة لا 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 ما بغاش رجع لديك بلاسة تعني ما رش ما بغاش ترجعي ليا ما بغاش نمشي حتى عنده بتفاهم الساف وشفت فيها شي ايام متحد باشا في حالة ولو البات في الزدقة لمشي شل سممو الساحين انا ركاعي على البلاد اللي بقوا سمم كينا خيفة عليهم هس في حاج مو بصغرة البلاد اللي بقوا سمم أسا طرصة بتي سمح هزينة اها سمم قدتي وصغر مني كان عتبروا بحل بلادي أخوتي ساهم بكي عتبروا نهاكاك عتو حشوا بزاف وتمليت ارجعوا ولكن ما ديش ارجع خسين كون اقور قدر نحميهم سعدتبوا بزاف حياتهم كتر الميتم لي كان مفروض انه يحسوينا ماشي يجرح نوي عدبنا ويدلنا فيه مقدرش يهضل كيشوف فيها كيفاش طفلة بريئة بحالها في الدخل اليال هات الحظن كامل كيفاش غير يقدر يقدمنا المساعدة لمعز عينيه بفكرة وقرر ينفد هذيك الساعة شديدة داب حالان ولا ما ديش نخلك انا معارش لخليتك شنو ممكن يوقعلك قدر تلقى بشي ناس اللي بيكونوش خيب مزيانين كيما كينزوين كين الخين ممكن تتعرفينها مع الوقت وتفهميها انا عندي شقة ما كنقلش فيها ناخدك معايا سمو قاطعته بغضب كيفاش وشنا كنقل لك انتحيت لك وكنشكر فيك قدر ينديك الشقة ديري كيف يحسب لك انا لا لا يحسب لك مقا صغير هات تتحك عليها انا نتحك على ادنية كاملة انا ويقاطع شت تهدني واهو لا تسكتش انا اصر العمري ما في حياتي موقفت ماشي وحده هكا ولا اعطيتها فرصة ان لا تهدر معي بالطريقة جنسية شبر ونسكة تعلي صوتك عليها كنقلك بغي نعاونك بعد انا مزوج كونولد تشعر دي كونولد تقدك كنت تهدري معي بحثيرها بحيات انا اكبر منك وهتشق قديري الثانية حيات ما كان انجليش فعني اي انسان ده عمشي كنقلسي فيها انجليش فعني اكيد ما انجليش معك عمدان جي هكا طبما للي كنجي بلك ادكتشي اللي تحتاجها مو كنت بجي شافت فرصة دور اصدره اكثر كنت تفكر ذلك شوية وصاعة فتي صانتة و لكن شهدوك تقدم انت بقي صغير و واسيم و عد لدو ها كثق بسهب احطم جدا تسمي لا ايرادية على الطفل المزاج اللي قديره جربني انتاوه كل لنصف السيارة و كيشوفها مابامود من اكبر ما قلتش لي اشرف اسمي سيلة سيلا الواسيم شقدش فيفو ابتسامة ورجع راسل نور كيطالع ابتسامة سيلا انت عارفة اني اول مرة في حياتي انت حكاك من القلبي فيك شي حاجة غريبة حسيتك مخسال فعلة اي واحد تلاقيته في حياتي معرفش شنو لي فيك تقدت في القلسة ديالها قدرت انت على خدك تشوفي بهويا ولكنت واسيم سيف كيفاش تكون هاكا بقي صغير واسيم وتقول للا للا مينكش رفعت حاجبها ويا كانت تكرم اه شنو اسميسك اسده سيلا قال ابتسامة وغارق في عينيها اسميسك زوينة بحالك حسنت زوين شوف دبانت حي تكبر مني وحيترت حياتي لك وحسيت معك بالامان اللي اول مرة في حياتي انا نقول لك بابا بابا بلاش اسمي نقول لك بابا قالها بحزن وغضب معرفش على شنو اسبابه على شنو بابا انا قلت لك غزيلا كسيئة بغى تكون احلى بفدية بس حرميش من هذه الكلمة اللي اتون عمري كنت بنا نقولها نقولها بابا لكن الوقت كان اياد واحدا من العاشقاتي اهلو اللي هي الرقيصة ما هو يكتلب منه انه يتلق مراته ولكنه يقول لها ما تطلبه كسر من ذلك لك تسحقه الفلوس اللي كتلبه وكان اعطوهم لك ما تطلبه شي حاجة اللي مش ديالك وصوفي استفزعته قتليها لش مغيش تلقها هنتك تكون كاس بغيها كنبغيها على اخر الزمان انا نبغي مشي ايض نور الدين اللي يبغي ويدير هاد البسانة هاتي انا الحب محدوف من القامص تيالي ما زال ما تخلقاش اللي ممكن تطيح ايهاد والحب هادا النص الطعف انا عمري بغد نكون طعيف شنهار شاف سبيب اغراء وانا ايها ام سيعرفة شنو بالنسبة لي يا صوفي بلا ما تطقي كلها دراكت جبدي مراكت جبدي هذا الموضوع دارشي التعالف موكس حاولت منه انه يكمل كلامه لانه عرفاته بلا ما تخد منه لحق الباطل دخلات سيلا يوأس هذا الشقة كان تصمبه ربيحة قربت منه فرحانة زوينة غزالة غزالة بابا شفية ما زالة مصممة ما زالة لدي الكلمة سيلا اه بابا فتكعت دور بهاوية فرحانة وعلى الكلمة دي البابا خيب بالحكس زوينة وعدها دي تخليك سعرف انك خليتي بلاسة كبيرة في القلبي كملت الجمالية لغمزاته خلته كيبتاته مالبتي سامسا اللي دغية بغاها وطربعتها لقلبه شوفي سيلا نشوقه فأي حاجة غزالة تحتاجها الماكلة الشراب وإي حاجة ولكن أكيد دبنز بحالك ما ديشتعرف الطيب قلنا بلا شو منها دبنز هذه وطفة هذه رغمت لا منك عاد وأنا كان عارف ندير كل شي والماكلة دي لي وارا غزالة تدوقها وغاني تساكل السبعات موراها هز حاجة مبتسنكار للدرجة دي سيلا مبتسوش خلاق الداني حيث أكيد شنان غزالة ندق ماكلاتك وغاني نكشف الكذب ديالك غزالة حاجة بغضب أنا ما كان كذبش ممكن تقلس هنا وانا غزالة طيب لك شي حاجة ودك ساعة الدوقا سيقا كرال يلا وعد أنا خسني مشي دابا إلا حتاجت أي حاجة كينا أنا تلفو الأرضي وأتلقي الرقم ديالي كينا تسمو في حد لجونطة وتصل بي يلا نجيب لك أي حاجة بغيتيها المعينة فرحة والسعادة قرر ما تمنه بلعفة بسه من خدوته بقوة وفرحة أما هو تسلب لجسد دياله من حركة ديالها قربها من ديك الطريقة سنجق ديك العدر ديالها اللي نجي غريب وفي مثل الوقت قريب القلب إني شافتوا كيف يزير على عيني ويتبهد كيسفر كيدا بتوطر اسمح لي يا ميكش كي قصد شي حاجة أولله ما فرحة مش يكسر من هكا شاف بتوطر كيحاول يدرقه مكين تحاجة موقع ولا وصيلة وعد يقلتي أنا بحال بابا يبا يلا يلا لا حتاج يتيجي شي حاجة تصلي بي يلا بسلامة سيلة بسلامة قالت بحظن يا كتت تدل باب مورا قصد سالة الأريكا ما كانش بغا سيباهد بغا سيخلي حساس بالآمن ووحدها حساس بوحدها الراحة اللي كتتتر معاه وكتشاكس بساس مات بسخرية على حالها بقي سامك منهار ما شتعرف عليه وغير يول سيباهد وبغا سيباهد كتتديرو توحشات البيت وتوحشات اللي كانوا معها فيه كانت كتتعتبر مخوتها ولادها صحابها يسار شنو كتتديرو ذعبا حساس باجا شو اللي صول عليها ولعبرها بغا سيباهد هتعرف شنو وليش كتدل معا هاك هلش هتش كلو ما قدرش الناس عرف علاش اول مرة في حياته كتشوف حساس هو يعني معقول انه واحد كيشوف واحد الاول مرة كيعونها وكي يخطر ظهره ظهره هاك بكل سهولة غابية شو اللي خليك تجي معها حما قيت بقيلة ولكن حساس معها بالامان وقلت لي اكثر كلمة اكثر كلمة تحرمت من طول حياتي هلش كان فكرا فهذه الافكار ولح بابا جيت سيط تجي 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 سيلا يعمل وعائلتي وعندي بسؤولة لا تستطيع من عائس كبابا قتل جملة بحزن انت يا سيلا لم أعرف ماذا ترتي هذا اليوم هذا يريد أن نعرف ماذا تسمى لك تجي 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 وعندما تجي بحنا لا تستطيع لك لا تستطيع لك وازق بابا لك وازق بابا صدمة لسانه ما تقصد كيف تقصد تقصد بالكلمات يجب يجب ويجب 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 وضع ويقف ويجب ويجب يجب ويجب فقط لا تستطيع أن يجب ماذا لا يمكن ويجب ويجب لا يمكن لك فقالت لك اما وزفهم لا تريد لك اول انا لم ينفعش انقلس معك بوحدنا انا قلنا نجي ونطمنا لك ومشي دي مباشرة حيث لا يمكنني انقلس معك ولكن انا عيد لا تعودش انقلس بوحدة في الميتم كتنقلس مع اصحابي نهار كله نضحكوه ونهضروه ونلعبوه حسب المالا حسب الله غريبة ليس بلاصتي هاتي ولا هاتي حياتي ولا هاتي عيشتي مرتحاش هنا ولكن مي كانت تكون حدايه معايا انقرت احدك شي لاشباغك معايا كملت الجملة ديالها وقلست على الاريكا بتاعب قرر منه تحنا سولى في المستوى ديالها واحدا نكفوفها بليد دي بحنان كتي عيشة في الميتة مسيلة ازا طرعتها بحضن هزوجها كيشوفها ابتزامة هلش كعيدة ما مقدر رجعين اصحابك لا 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 ما بغاش ارجع غريبة غريبة نطمن عليهم كان كيشوفها ويكا تضار وكا تبتاسم خطفت قلبه بباراتها ورقتها وجمالها مقدرش يشوف الحزن ديالها وضموها حس بيلا كيقلمه وكيوجهه ما عارف شعور دياله جهيسة شنو الشفقة وليشنو بالضبط في الليل دخل الميلة وكا يبتاسم في سامس وزات سواسامة على وسامة كيت فكر ديك اللحنة تليد وزا معها حس بحل رجعيس وشاب مراهق جديد ومقدرش تذكره يبقى غريح نداوي السمسامة الله يا ربي حالك تكنت منها نشوف الضحكة هذي في وجهك حبيبي قالت خاديجة بحب وهكا تقارب منه بحنان فيطري بتاسم لاوت احنا قبل يديها بحب لا يخلك لي يا مامونتي اجمل نعمة في حياتي الله يخلك لي اه لا 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 انت قد تجي هنا وتعودني شو اللي بفرحك هكا لك انا ماماك حبيبتك و اللي فرحك يفرحني شو اللي بخبيه لي يا اسد؟ قالت فضول ضم هالصدره بحانان وكا يبتاسم بحب على الام دي اللي عمره مغا تتغير وقالوا انت مسخيلي لك انشي حاجة غني ضرقها لك انت بدأت تسمعت له خاديجة بحانان كانت مننا نشوفك فرحانة والدي ما شو حدا تبغيها اسد كانت منشوف الضحكة اللي خارجة من قلبك هذي ما بغاش كثر من هكا في حياتي لا الله يلا برافو عليك الحامات المثالية في الشر اللي كتحردوده على مراته وكتشجعني تزوجي لها لا فعلا برافو سأخذي جائزة الحامات المثالية قتل جملة ديالها الأخيرة طلقة مستفزة ويكتعقد دراها قدام صدرها بورود اما خاديجة قربت منها بغدب وكتشايفك كتبغيه وكتخافيه ومخليها فرحان ومرتاح في حياته ما كش غنها تضر بالعكس كتغن كن فرحانة ولكن سي ما كيهمك من غير نفسك وبغى تسيطر على كل حاجة وانا ليش كن اضر معاك؟ خسرت الكلام فيك وحدا دخلت الحياة وليت ممراسها عمري ماش تشيف مره فرحان ولا مرتاح ولا كيدحك من نهار عارفك ولا قاسي وجابد ها تحبسيه في حياته ها حسان ما بغاش يتلقك بغسان عارف علاش ها 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 حياتك يبغيني ويموت فيها وانت غيرها من هذا الشي قالت باستفزاز وقوة الخلط خديجة كتحسب الغضب مننا كثير من واقعتها لواش فيفو باستنكر وكيسماليها قرب منه مثل احدا وضنيها شنو قلتي؟ ما سمعتكش بزيان؟ شافت فيه بزحدي؟ قلت انك كتبغيني وكتموت فيها اهو لغالطة اسد؟ غالطة داليا عندك تفكري اني ما بغاش نتلقك حيات كنبغيك واضل الهضرها هذه والحمد لله كان كره الحب وكان كره اللي كيحبه كان كره البلاد كلهم انا بغاش نتلقك حيات صافي حنا جحال من عام وحنا مزوجين في دارنا بيناتنا عشرة ومشي اسد الشافعي اللي يخون العشرة في فعلا لعمرك ما فرح سيني ولا بغي سيني وحسا انا عمري ما بغيتك بالعكس ما كنكرحك ومع ذلك انت مراتي وغاز بقي مراتي وغن تلقك نهار اللي غا تلبي هاتشي ولكن مغاديش ان نتلقك هكا بلا اسباب وهالطريقة اللي كتتتطربة مع ماما غادي نعلمك كيباش تعملي مع بحتي رام وصوصك مياه شدع ولكن اتش غي يكون بيناتنا كمل حديث واطلعها للفوق بغضب عينيه وكحليا بقاسوة تخلي الخرفة جيانه وخبط الباب تخليها كتنفضل الصحة شفت فئة خديجة بغضب وبدلتها بنظارات كلها بورد قوة قمت كلها بستفزاز بسلامة حماتي من فلشين خلي راجلي حبيبي بوحده تي عارفة خلاتها ومطلع عنده اما خديجة بقت كده الله هي اخدكو يباعدك علينا كان نهارك حالي دخلتي لحياته اش بغيت لكمن لكله قاعقل وشارد بها كيف كرفاف كل ثانية ما كانت غير يبشلها باله ما عرف شون كيفه يفسر ولا يترجم الشعور دياله بتاسم بحانين كي يتذكر لحظات دياله معاها ديك البنت الصغيرة الشقية المراحقة اللي استولت على عقله غمض عيني كي يتذكرها صافية لما نقولش لك مرة اخرى بش ما تكعش عنية ولكن شنو نقولك قولش حاجة فكر في شي حاجة اخرى شنو غادي نقول لها سيلة سافي لقيتها غوثات ويا كتنقص فرحة وسعادة متحك من قلبه على افعالة قرب من اكثر تقول لها قريب بيها وغمض عيني كي يستنشق الريحة لها تردياله بويام ومسلا شنو سيلة خفق قلبها باسوب انفاس اللي كانت قريبة منها هزات عينها كتشوف فيه بتسامته كتتو بعينها في الجمال ديالهم فق على صوتها رقيق وياكت قلبنا برا اخلاته كي تتملكو اسادي انت السند للاقفت حداي انا قرب لها اكثر انت شنو سيلة في الناس قال سويك تهرب مناظر دياله ثواني حتى هربات من قدام وغرفة ديالها شف في المبكيت يتد وكيبتاسم وعد على شفيفه بخبت هذه الفاتنة الصغيرة قدرت بيديك شي لعمرش حتى تستطيع اديره اما هي كانت تفكر ذاك القرب دياله وانت سامت طاغية التي استولت على قلبها وانت سامت اللي كانت مهلكة وانت قلبها انا قريب الباب كيسولة لا تطميني عليك قبل امشي اريد ان اشوفك انت وحشك انا لقد قررته وكانت مهلكة وانت قريبت انت قليلا لكن لم يكن افزاد وانت اريد ان ارده فاق من دياله وانت وانت تقرب منه وانت ترى كمبتسامة وانت كم سنانه وانت قدرى من غضب ناري ميض مرة تقول لك وانت تقرب مني وش مكس حسيش ما عندكش الكرامة مكس فهميش قتلك مليون مرة القرب ديالك مني كيخليني نحسب القارة فوق كسما تلغاية ديالة والجرح ديالة كرامسة وياكس قرر بالنكسر عشكس قولهاك يا حبيبي وهد أنا بغن قل لك وحد حاجة مهمة ومنطق بحسة كلمة كيشوف فيها بجومود وعار وصمام ديال القرب ديالة منه وشنو باغا قرر باس من النكسر وياكس حاول تغريب أحبيبي كس بغن نبتلل لها السيارة يعني كين وحد نوع جديد نازل بغا بغن نكون أول وحدة شراسة أكيد صحابي في النادي غيحماق وأول ما يشوفوها بعد أليه في جمود وكينتقى بقسوة لمحتاجة طلبي حسب ديالك كيزيد كل الشهر مهما كان مراسيوم الواجب ديالي أن الطلب ديالك كلها تحضر الوقت كيدوز شادة ما زالك تعني مائيات اللي كيدل لها في أي موقف رغم أنه كيخلي مادرة ولكن هي كيتبغيه مقدرة شأنها تخرج من حياته وفي نفس الوقت شادي كيرقب تحركات ديال ريتال ضحكاتها عفويتها بقلب كيينبض لها بالعشق الفاتنة اللي فتناته بجمالها وفاقتها في نفسها ودال المصاحي الأول ما تقدمت لي اللي باش يخدم في الشركة باش تبقى قدامه وحدة شفعة بحب ومراقبة من الكاميرا وكيقول له بغيتك بجونونها لريتال ما عرفش علاش من أول مرة شفتك على على يديك تبتل سكن حسب راسي بسكن تبتل ولا عرفت أنك مشيسي للشركة ديال أكبر عدونية ورجح تريها والليسي عندي عينا عند أكثر واحد ممكن يبغيك ويعشقك شفيو هز التلفون الأرضي تصل بها طلب على المكسب ديال ويقلب على شي ملف هو رغم أكيين لملف لهالو قليها المواصفة ديال ملف وخوك يقلبولي تقريبا ساعة حسا هيات وكل اللي كان بغي الناس بقى أحدى لإني ولا كيحسب رسول اللي أحمق بيها واللي كان كيهجبه فأكثر أنه كل ما كيبغي يقرب منها كتسطو كتبي اللي بيد لإنسانة معتزة بكرامتها برغم أنها إنسانة فقيرة ولكن عند قوانين حطى لأي وحد كيحاول يقرب منها أرجع عند أسد جاي في سيارة ديالو كيفكر كيف شو اللي سيبح اللي مرايقة أسد بخلي خدمتك وكل شو جاي بش شوف صيلة لكن السيارة ديالو حل الباب وثم غادي خارج متوجهة للشقة ديالو بوضو وبتي سامة بتكيسمع الصوت ديالها من عندما أفتح الباب جاي من البط بخوية كتغني بلعب ريقو ووكيل عن نفسه على الجي أصلا هي كتتماهي لهاكا وكتغني على نغامات الموسيقى وكتتكن في النتالو كتبشي وكتجي مع الأغنية غيرت لفتحت غيشها فتو وبتسمعات الفرحة وياكتشوفوا أقف قدامه بدي كتطلة ديرو الخاطفة لقلبها وغوتات أحسادي أخيرا جيت على الشقة ديالية بتسمع بقلة سحيلة ألا هو كيقرصة بنخدودة أخيرا يقول لك سعندك البارح كيفاش أخيرا ما كديرا كبحل قطوطة كتكري كتنقري سيلا وعينها مستهين يقدري التالف أما أنا بحل قطوطة أسد يالله أنا كعياليك بتكي يقرب لاكتر وكي بتسم ما نقدر شال الغضب ديالك مني شي غالي يا بسعب واخا يالعلى الجاي داري الدف جيبه وكيقول بثقة وغرور وكيشوف داك المظهر دياله المغري جيت حي تعارف إنك ما غتقدريش تقسيب لما تشوفيني وغتتقد النفس كلها ميجب سيها فعلا كتنقين حمق لما جيتيش اليوم تشوفني كتب الصحة نكعلك بزافة أسد قالت أم بغضب متصنع ويا قد طمش فائفة بحزن قرب منها ملافة وأسد ديالك ما يقدرش إلى الغضب ديالك أبدا قلت لك أنت عندي شي حاجة غالية بثاف تي حاجة في كالفود الدنيا كلها في كالفخرة صافي سيلا اللي معينا بالفرحة ويا قد طمح كلامه قال والله بالصحة أسد أنا مهمة عندك لها الدرجة كتبغيني بالصحة أسدي أسد توترات الملامحة ديالي وكاي بتاسم سواتر كيمس حلخ دوضة بحانان شاد النويتلا ديكت النويتلا كتتت نويتلا كتتت نويتلا كتتت تساكل في النويتلا ما ستتت أسماس في خاشة البعادة سأليش فيها ويا كتقول الفخر شوف أنا إليك تي ما وطقش فيها وكتقول عليها ما نعرفن ديالوالو دا بجيت سياك وغنان وريك شكني يا سيلا وغنان وريك وش كنعرفن طيب ولا هلس متيني وخلالنا يلا أنا عن تفرجها لي كنتي كالطيبة قالها بلعفة وكيشوف فيها شاف سيب استغراب ذاكي بر الله غنقلس هنا يا لازكني جارياشي ماكلا من بره وكنتحكي عني لا لا طمن والله بقى واقف وحاضيني أنا بيشي كتابة أصلا مستحيل نكذب قالت وفعلا المعجبة مش حال أنه يقرأ لها كتابة ولا يشك فيها طيس كتوجد له المعكلة وكترني كالدن دن أما هو سندرسه على الحيط عقدي الدع قدام صدره كيتابعه بشغفه وبتسامها هيكتزين شفيفه شوية تلفتات لي أسادي وانتغت تبقى معي العمر كله هيك ما غديش تخليني نهائيا طلقت عيني بأينا كتشوفها بحانان ويكتشوفي بلهفة كتسن الجواب دياله حتى قربنا بوضو بغي ندق الماكلة ديالكسيلة قاله وكيتهرب من هذا الجواب ما زال ما فاهم الشهور دياله اتجاهها أما هي المعينة بالدموع ديالكسر أو الآلم تقدرها تحسب رصة بغتبكي برسمات تفسي سامو مصطنع على شفيفه كتشوفي بواجع وكتحاول تسيطر على دموها واخا تقدر تسنني على بر أسد تخيق وغنكون عندك ممساوت شعليك هكما هدنا بغي سيل الحمقة تسمعات بحبه هيكتزين بخروجه من الوطبخ وكتزين على الكورسي بنهيار وبدأت تكاتبكي تسمعاتها في الداخل دياله عشقاته وبغاته بجنون عشقات لحالل دياله عليها والريقة دياله وضوءه معها وسامته كيف اشتق فيها وكيف اشجابها للدار وكيف اشأ منها الأمان اللي حسسها بي عشقاته ولكن هو عمره ما غادي يبغيها ضربت على قلبها بعنف آه يا سيلة ما لقتيش من غيره تبغيه أسد بزوج تبينيس بالنسبة لي ماشي أكثر من طفلة كيشفق علاو صافي جلس هو على الأهريكة بهدو رجع لها صنور كيذكر سؤالي هالهرب منه ولكن كان عارف العجابة مزيان تي بالنسبة لي مشي أكثر من طفل هسيلة بقيت فيها ما كانش ممكن أني نخليك في شارية وانتي ما عندك سواحد كان خسني رجع لك للملجأ وانده هادش ما قدرناش نديره أنا عارف كيفش كاتتفكرة فيها ولكن تي كتتتوهمي كتتتوهمي نفسك بحاجات مستحيل لأنها توقع أما عند فراس فكان كيحاولي يهير ريثال بجميع الطرق كل مرة كيفكرة من اللي خدمة في شركة من أكبر الشركات وطريقة ديها ما تنفعش هنايا وماشي من مستوى ديها وهي كتتحاول تتماسك لأنها فعلا كانت محتاجها للخدمة هذا كتتحاول مرة على مرة أنها سبيل حب ديها لإيهات هو محقد من الماضي محقد من كان كيكرباها وذلك شالش كيخرج فيها ذلك الغضب دياله حسن أنه في الأخر بعد ما صرحات ليبين لك أسبغي وما زال لك أسبغي برام ذلك شالك يديره فيها قلع بلا صافي قسنا تطلقو وسيلة دلحو كيدخل قلبها وحسن أسد ولكن مازال كيكابر وكيمنع نفسه أنه يطح فيه وسهولين وليس ضعيفة قدرج أنها توقف قدام الجبارود ديها الفراس أنه كان يدلها في كل رحلة حتجها الخدمة وما عندها ما تدير أي حاجة كيطلبها منه في حدود المعقول إلا وكيديرها كان في الليل قلس الشرفة دياله كيشوف في القامر وكيبتاسم كيدكرت حكا ديالها عينيها خرجتني إذا حار وكيقول مع نفسه ما أني قلس قدام القامر دهما ولكن القامر كيغير من الجمل ديالك كسيلة ما كينشي واحد في جمالك ورأسك وعينيك همري ما شبح حاله ولا غنشوف ما عرفتش كيفاش قلب يتعلق بك هكا دهو زيته في خصالة ديال شعره بالشي وطوحشت كسيلة كانت سمنة نكون حداك وكان هدرك مع كدابه وانا كين ما عرفتش وشكينش يحب هكا من أول نظرة ما يمكنش أول ما شفتك مشيت لني أخرى ما يمكنش أسد كيبغي سيلة حمق سيني وهكا خرج التليفون دياله سكت بالوصورتها بسي سامة خدال هذه الصورة على خفلة صورة كتبين فافاتينة ديال خسالة ديالها النارية البشرة ديالها الحليبية مالي محلي بريء اللي كتخليك يفقد الصواديابه دياله كتتحمقه كتر وكتر نعدوا كيشوفها بشوق توحش كالحمقه أول مرة كزقالية حمرشي واحد متوحش بغط طريقة ونكون غادي نحمق باش نشوفه تقاد في القلسة دياله وكي لعل نفسه كي لعل نفسه كي لعل ضمير دياله شكتش اللي كتقوله أسد عندك تقول مستحب بغيتها لا لا هراد منتبقة صغيرة الفرق بيناتكم 14 سنة ولا أكثر شو اللي يوقع لك تفكير هذا ديالك غالط ما خصوش يوقع خصوك تمنع نفسك ما خصوك شتح في الغالطة أسد أي طريقة ولو أنك ما تشوفه جمرة أخرى قال جملة دياله بجدية عيدة المستحيل باش يوقف قلبه لأنه ينبض لها علاقته معه مستحيل هي من ضرور طفلة وعراج المزوج كيفاش يعشقها وكينا مره بحد أخرى في حياته ومشي الرجل اللي يقول لا ما يمكنش الخيالة دياله المرأة وشي حاجة ما كيناش في القامة قصد ياله أما سيلا قالت وأفكار كاتيه وأفكار كاتجيبها هيكون قالت معه دابا وكي يقول لها كلم زوين ورومانسي مراته مشي مشي بحالي وحدا كيش فيقاليها وصافي وبغي عونها كتقول كلامها بحزن وأخذت حواجبها بالسنكار ورشدة بكاية مراته ومنحقوين اللي بغا تلغى لتاسئلة كيفاش كتفكري في واحد مزوج من إيمته انتهاك صافي رسي وينفاجر من الأسئلة ما عارفش شنو غاديت ما عارفش شنو اللي غيوقع ليا بهينا بغيته أنا بغيت الدنيا كلها حيش كتضحك اليوم هو معايا بغيته شوية كتفكري بلا كاس بغي شوية كتفكري بلا مزوج وكي تبدل لما نميحدي على الحزن اللي معو عينا بالدموع اللي ما بغينش يهبطو هي مشيش خصية ضعيفة اللي تبكيف على أقل من الحاجة ولكن هاتش مشيش حاجة اللي ساهلة دموعها ما بغاش تنزل كتعد على شفائفة مش ما تبكيش وتضعف عانت من ساف حياتها وما غاز بكيش على قبل الحب انتي بتسعود على الوحدة حسيلة ما غديش تكوني أول مرة فا تكوني وحيدة تعمر كل وانتي وحيدة ما عندك ساواحد فأنا إلا أسد أنا مشيش حاجة خايفة بحل العكس اجمعني من صنقه والداني لداره وحماني شنبها أكثر من هكا فاشغة الطبعي تاني غراج المزوج وأكيد كي يبغي مرعته ومشي انتليت بغير هجل المزوج ولا سفر قبيلاته كي يبغوا بعدياته مسئلة لا قملت كلامها واجه يريت ما طلقاته شو ما عرفت شو ما بغاته ومبغاتش الحالة دياله عليها وخوفوه عليها وكل حاجة فيه كانت خديجة قلت تسمع الخطراج لها زينب الشافعي مرع جبارة وتصلت طوحا قودة ما كيهمت حاجة من غير مثل أحسا كملت زينب حديثة بغرور وانتي طبعا عارفة خديجة ان الميتم من غيري ما كيتمشاش انا اللي ممتازمة بكل حاجة فيه منهار ما اكرم خويا ابنه وانتي سوليت المسؤولية دياله وانتي عارفة اني انا اللي كالراعي وكيف اشتعبت فيه وكيف اش خديجة ويا كتصر كتقطع طبعا عارفة ولكن لش هدله درها هده دابا وشنو كتقصدي خدات جينب الفينجة تلقى والي حدها وشربت منه انا باغا اسد نشوف اسد باغا في واحد الموضوع مهم نزل للتارج بثقة دائمة لو شفيفه وكيشوف عمده قال سمع ماما كيبغيش يطلقها نائيا عندوش معراق اخباس هو كيجي بس لماما رأسك العادة ويتلفت لي شنو كينا اسد ماشي ما تسلم عليا ما تصدر معايا ها حالا كنشوف كل نهار قال سمع زينب غضب ويا كتشوف الحب دي الاسد لأم دي ربديك الطريقة شففها ببورود ما ليش همسي ما رضي تشكل بال جزات على سنانها بغايت ماشي مهم ما حبيب عمدسك المهم بغاك في واحد الموضوع مهم خير عمدسي ما كنظنش انو ممكن يجي من وراك الخير قال ابتي سامة مستفيد زخلها سكت حسب الغدا من الداخل ديالها ولكن ما عندها مدير بغا مصلاحظة طول عمار كندمك خفيف بحل عسلها اسد وعارف قال باس منو سمعني يا اسد كينو حد البنس عندي في الميتم صرقات للفلوس بزاف وهربات وصدبا ما عرفش هي فين كاينة يعك عارف بالنسبة هاد الفلوس هادو تقريبا خدت مئة مليون بالنسبة للميتم كيفاش كان ساعدوا بها زخسك تجيب لي هاد البنس هادو ولا وكان تحت الارض خسك تجيبها رفع حاجبه في استغرام شكون هاد البنس هادو وكيفاش سرقاتها فيك تيتية كنت مشغولها كان عندي شي مع مهم وهاد السفزة هادو سرقات للفلوس وهربات وقاتل حسن لنار اللي هربات فيهم لا ميمي كنش بدكيت فكر ذاك التاريخ هادا كون نفسه نهار اللي تلقى فيه سيلة من المستحيل تكون هي سيلة هربات من الميتم ولكن ما اخترش بباله انه يكون الميتم الخاص بهم ويا ترقها دي المبلغ يمكنش يبني اسمليها طفلة بارية مستحيل تيرها شنو اسميسها دي المنت سيلة اسميسها سيلة اسد وش عندك شي صورة لها قال جملة دياله ببورون اي عندي يصبر خرج التليفون دياله بلهفة ديكت تخرج له صورة دياله قد تعطي له بسيسة مخبيصة ش التليفون يديك يترعده فعلا هي اللي دق قلبه لها اللي عشقها قلبه اللي سرقات نبضة دياله كيفاش ممكن تكون صراقة مخادعة لا لا ممكنش يكون خدعاته ببراءة وطفولة هلا غتقدر تلقىها أسا ديالك هادا البنت هذي خصاة تتعاق بلاتش اللي دارته انا يا غيل قيل القيسة ولمحسا غدينش انتو غدينفرمها غنشرب من دمها قالت اب غيل لو كوره وغدب دار يده بجيبه بورود أكيد غلقاها وخصاة تتعاقب علاتش اللي دارته وماشي انتو لغا تتعاقبها زينا بضيق شكو لغا يعاقبها انا قال اب بورود ونبرا ما كاتقبلش النقاش وكمل حديثه بقسوة وبعدها تشي غنسلمه للشرطة يالي كتتصرف معادل أشكال هادو يعيسة حينسية ومسيهد الوضوع وهذه البنت ستيغة نعرف كيفاش نجيبها من تحت الارض كل شيء غيكون وادك خديجة كانت مسابعة لها تراتيانو اه تحرف زينب مزيهان وحسنت بها شي حاجة مدرقة وزينب كتكذب كتخاهدع كتلون بحل الحياة كتبانفقاها الألوان ما ديش تسمح لها أنها تطيح ولدها في الشباق دياله وهذه الألعاب دياله المسخة قربات من أسد بخاف أسد ولدي حنا ما دلاش علاقة بهذا الشيء هي حرة خلا تقلميه على هذه البنت ما بغيش تدخل في شي حاجة بحل هذه كتخص عمسك نهائيا أما زينب ما عجباش لحال علشي إن شاء الله عمرت أخويا واوش أنا غريبة عليكم ولشنو هادي حون عمسو شنو اللي في عين قلس لأم دياله للأريكا بحانا وكي يقول له بحب تهدني غي تهدني وريحي نفسك نسي أنا ما بغيكش تبهينا تتعبي راسك فاشي حوي يشتافين بحل هذه أنا غني عارف نتصرف معرفتي يلا بسلامة هزغن سعطلنا الشي مع دازل الوقت وكان وصل الشقة اللي مقلسة فيها كي شوفه ذو وفراسه بزاو ديال الأسئلة بوحدة اللي تقدر تجاوبه عليها سمعت صوت المبكيت حل بش هاتش كتجلي للبرة بلهفة تسمات باش كوي يكتشوف الأسد واقف قدامها بطلة ديال الخاطف الأنفاس وسامسو وجاد نبيس المعتادة قربات منه بشياق وحاني تحسك بزاف شوش حال من النهار بجيتي عندي ولو كتتصولها لي شف فيها بحض نظرة نظرة بقدرش فمها توجيه لأريكا قلس عليها بعجرفة ما تعودتها ش منه قربات منه بحزن وقلت سحدا لحش ما كتجاوبنيش وش كعيدك فيش حاجة أسد انتي هربتي من الميتم علش هربتي بغيت نعرف قالها ببرود وكي شوف فيها بالعات غصة مريرة شكلت في حلقها بسبب هاد البرود هذا دارش يدع لقلب هاللي كان كاينبض كتحاول تهدنه كتقول بصوت متحشرج علش كتصولني داما قرب منه بغضب صولت كسؤال وبغي الجواب عليه علش هربتي بالميتم أسيلة قلت بالك أنا حرة قلت بغضب طفولي حساس بالله بحل بدك يتسلط لها زيال على سنانه بغضب وقرب منه جرب اندرع بقوة خلتك أتقوه وكتتألم وردي بالك غتجوبي علش هربتي بالميتم شافت فيه بعيني ندامها وطمع بغيني نزله قلت بصوت من كاسر قلت لك من قبل اني تعدبت فيه عمري مش تفيش نهار زوين علش غل حاوت لك على العداب الطرب الايهانة ومليت لقيتك وقلت لك انت صغيرهم كلهم حتى انت صدقتي بغيت تطرب اني مقاسات بغيت تكسرني حتى انت بعد ما لقيتك لقيت الامان والحماية معاك شهقتهم بدأت تكاسبك وكتتتوجعوا دموعك يغرقوا اخدوضا صافي انا انا بغل مشي بغل مشي من انه واللي تخيف منك على صوت بكاها وذيك الرشفة ديالة بين ينتين ممكن تخليني انا انا غل مشي ما غلتشفش وجهة مرة أخرى والله ما غرجع ما غرجعش البلاصة اللي جيز منها هرجع للشارع حسن منه دمعوا عينيه بألم وكيشوفها حتى اخطفها كبن ينتي وضمها لصدره سمحيني يا سمحيني يا حياتي عندك تخافي مني عندك تعدى سيلة طفلات فوجهة في صدره هي كتبكي أما وجوه قلبه وعليها حسب النادم على انه تصرع معها وتحصب عليها زيّر عليها صافي تدني 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 وش أنا ما عندي شي خطر عندك وش نوسيلة بعدها سعليه شوية كتشوفه بحزن وعيساب شي اللي منزق من يد ديال قلبه وكيشوفه بلحفة ما غنستحبه شغل ضرحة دي كنت احتضر مني تتعصبت عليك ولكن مزز مني والله شدتتي تنولي حاضر وجهة بها بحب صافي ما كاعيشة عليك أصلا ما نقدرش نكاعي لك ولكن وعدني أنك ما تتعصبش عليها من أخرى وتكون متفاهم أكثر من هكا كان وعدك روحي قال ابتي سامة عاشقة وكيشوف عيني مباشرة تأسمت بالخجل من الكلمة دي الروحي وش فعلا يا روحي ولليك الماء كي صار حبيها قربت منه بحب وياك تقول له أحسن أنا هيت ومليت بالقلسانه حفاك سليمسا المقوناعي بغني خرج بغني شوف الناس بغني الناس تشوفني و قطع بغضب شنه يا هنا لصد اللي بغني شوفه كش حماقيته ولا شنه ما غديش خرجي من الهي سامع الخرج ممنوع شافت فيه بغضب وعينها متوسعين من كلامه فتقن تامه دوري الدالة خسرها شنه يا بعلش ان شاء الله أنا بغني خرج بغني شوف أنا بقي صغيرة و بغني عيش حياتي وأنا حرة جرى من الخسر ديالة بزمان لكو قوة ونظرت يالو ضغيات من ثلاث حس بحد الغيرة قاسي لو وكي يقول لأبو حد صوت حاد كي باش صغيرة و بغني عيش حياتي شد لدرها هذي حياسك معايا وحدايا آلا ومس مكيش شي بخلوق من غيري غيشوفك حيث أنا القسل اي وحد يفكر ولو يشوفكش يشوفه مشيها ديك سامعو الخير مرة تقول اللي يادة درها دي وبموقع روخي دا بعدات يدواليها بحزن وضمع متصلحة وقسستها للأريكا بتاع بليك تقول بصوت باكي حلش كدير فيها هكا هيت ما عندي حتى واحد ما عندي لأحد لا ائلة وبدأت تكاثب كيف حل كنتمثل واحد تمثيل لتقناته هذي هال الاخر ديالها هايك هذا اللي ما عندوش عائلة كيتسدف في الدنيا احد قالها ما عندي تقوى واحد ها فين كلم خبيلك هاتشي كله سيلة فين كيشوف فيه وقرب منها بغضب شد لاو دنيا زيار عليها تقوى 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 هاي ود منيها أسان حرم عليك عضي على شفيفو باشي متقيشها ككتف اللحلية وشبغت حمقيني وطيري العقل وشنو وشنو شنو بغتش ندير فيك قاربات منه بلعثة وحب اللي يحفظك ليها من الحماق أنا ولا أنت بلعريق بطاوت تركي حاولي بعض علي ولكن قربت منه كتر وهمست لي ما غريش تديني معاك وخأست خرجني أنا ما غريش تديني معاك قمعاك ديما يقول تحياس كادي غريش معايا أنا وبس أنا ما غريش كل لحظة معاك وحداك صافي رمي على رجلك يعطل جملة ديها لو هي كتغمزة توافعينها وجمالهم ولولهم الأخان غريش تحمقوا بالأفعل ديالها كان كيشوف فيها وها فعلم ثاني وذكي همز النفسه بلغي دياله مستحيل باش يخلال تكون على سميته واتنسفر قصير لبناتهم لأنه لكي حلرة يحسب رزو ولا بجنون بها مستحيل يضيها ساعدت يالو من إنتم بعد ما ألقاه مستحيل يخلال في الملكة يالو خاصة الأسد الشافعي حبيبته وروحه وحياته ما يخلالش بعد عليها ولا لحظة كانت بدلت سيلة حواجه وقفت قدامه كيشتك هاكا نزوين عياك كأسد شفاة بالنظر خاطفة وقلبك يتقلها قرب منها وطايف الجمال دياله غزالة بزفا سيلة شفاة شعبت فيه وياكت بسعة سمكتر حتى أنت غزال غزال جنتي المعن ودير بحل أفضل ديال موسلسلة بتوركية تيتيز بزف توسع سعيني بصدمة شو يبدأ كيضحاك على هدرصه على براءتها والعفوية دياله آه يا سيلة ستحبقيني معك قربت منه بلاحظة وياكتش فيهدو يلا سنخرج ونتسار معك ونشملها ومتساعد وداش هل هذه الكثمة النفس هذه تسني تسني فين غدين نخرجوا دابا وش مغلت تخرجي معي هكا قال هبغير هو كيشف الفوصل اللي لابسات فوصل ديالها طويل وصل خسارة النارية اللي مفروضة على ظهرها تكتمل في حد المظهر جدد وديكل حمرة ديالخدودها ولولعين يها الزرقين والبشرة تحاليبية وياكتش بساس ولو الكمال لله وحده ولكن ديالبنت سحراس وعنده وحد السحر خاص وجمال غير طبيعي غير هادشي انه عشقها العشق دياله تربع لقلبه كيحسب الغيرة عليها وللحمق بيها سيلة بساعة الجوبية كاتش في الفصان دياله واشنوع دياله وانا رغزها لها شنوع دياله اساد شفاء بغيرة بلا مساعد الصبيدي انا بار لكلف كافيني تخلي ايها كابد ليه إلا بغير تخرج معه يلا من غير هكا تبقى هنا قربات سيلة منه يا بالعاني كتير السببه وما بغير نخرجه اصلا بساسم اساد بخبص وكا يقول بصدق بغافو انتي كاسفة ما وهي طيار عندك لحق يعني كنت دير السببه اصبت لها تشي ولا غير سوني ايو فهي لان كنت منها ضغط سعلا سناء لها قال باس من وجه ظالم ظالم اوف كملت الجملة ديال وضربت الارض ويجبها لها واسعة بزاف وطويلة بزاف نفخاص بغضب ويا كنت وخا ديال ونوريك كتل ويدراه ياك حسن سنخرج وخا السي اسد وخا لبست تيشيرت بيضا فيها حمالة رفع وصنوة جين باي فرين ونبست جاكتة جين وصدها للكعب ديال عالية في اللون الاسود ورفع خاصة لتشعر النار يالشكل كوتشوفال وخرجت له روحة تقشير بريئة سمع لدك الصوت الصباط لتلفز موضوع تجمد بلاست ومصدوم وعينهم توسع من ديك الكمية الجمال والبراء اللي محاط لبست حوايز لجبالها مكان شعار في انها تخلي بها الكمية الجمال قرب منها ومسحور بذيك الجمال ديالة شد القمر ديالة سيلة الله يحميك حبيبسي سبارك الله ما شاء الله عليك تبخل الغطب ديالة منه سيسامة خاجو لزينا تشفيفها وعلى الدقات ديال القلب وكي قول لها يدك سبق في ديالة سمعتيني والله يصبرني وصاف يدنهار يلا بين اني غنطار من اليوم غنخر يلا على بركة خطب حسنا وكي خطب ديالة غزال وكي يترك القمر وكي وكي كل شيء ساعة شفيا ما اصدري مع اسد اصدري اصدري وكي اصدري 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 بسعادة اما اسد كيف اصدري اصدري انشد اصدري كبيرة كبيرة تصرف هذا الاحيار يجب مثلا ومرضا صائح لابس بช الخلا كيف يلعب فيها؟ أكيد خايف عليك كيف تخاف عليها أسد؟ أكيد خايف عليك سيلا بغيرها وندفع على مراسك طبعا تحاولت نظرته الغطب ونذكرت المخلوقة التي يحاول يدساءها الدلم العصبية سيلا خارجين لكي نظره ونفرحك لما تنكدالية وعلى نفسك دعنا نفرحه بعدها تعليب ضيق أكيد خايف تكعمل ما سيكون نحدعها؟ مراعتك وحبيبتك وليس أكثر من جره من يدها بغضب ما سيلا بغضب جاوبيني بغضب ما سيلا بغضب لا شغل نفسك بها كم العدرة ديالو بعصبي أكثر هي مراتي وحبيبتي وروحي ولا شي لك سيلا بغضب تحكمت في دموعة بصعوبة بلعدك الإيانة بواجعة ويكا تحاول تبعد عليك أخر صوتها من تقلم سمحني لك تدخلت بشي حاجة ما تخصنيش أنا بغنوصل للوالو مشكلتي الوحيدة أني كنت صرف عفوية معاك من غير ما ندير حسب أي كلمة نقولها أنا غنبعد عليك لا يوجد شي لأنك تحمل عبء واحدة لا يوجد أهل ولا عائلة وأنت إنسان يبغي مراسة وأكيد لا عرفت بشي حاجة هذه ممكن تبعد عليك أنا لا يرديني أني نكون سبب أنك تبعد عليك قالت لجملة ديالو الأخيرة بالدموع قلبك يرجف خايفة من الناس فقدوا ولكن حسبت الأمر ديالو خصاص بها لنهائيا سمت غادة حتى يجرى من يدها للسيارة بقوة خلاك تتقلم شافت في عينها مدمعين أما هو مني شافها كي يقلب وتهز بسحدة دموعة ويكا ترجم ممكن عرفين غادية بيها أنا بغي مشي بغي أرجع البلاستين شافها أسد بسنكار ووكيل في لويش فايفو بصخرية شنو كتقصني الشارع إياك مغي ترجعي الشارع ما حسنت شو الدموعة كي يطيحه كتشوف فيه ويمسى أسمى من كاسرة ها عندك الحق أنا فعلا أخطني رجال الشارع اللي جيت منه اللي ما عنديش من غيره رجعت كتبكي بأهلم والبكا دياله وشهقاتك يهلا كتحسب رأسه خسرت كل اللي نشي في حياته عد على الشفيفو بضيق ويا كتبكي مازال عندك تقرب من نسمتي كانت فرصة زوينة أسد اللي تعرفت عليك عمري ما غانست الأيام زوينة اللي حشتها معك وما غانستش حتى الإهلا اللي شفتها منك غمض عيني بمرارة وعبي ضيحة من يدك بغمائك وتصرعك مسحدة دموعة بعنفقية ويا قوة ويا كتبت حلبها بالسيارة وخرجها تكون جريه كي يجري مورا عاتش تدابني يديها بخوف سينا فين غادة ممكن انتهدني رك فهمتي كلامي غلط أنا والله العادي ما قصدت شي حاجة ما قصدتش أني يبكعي بعدها سيدت عليها بنوفور بحيد قلت لك بحيد ما تفكرش أنك تقرب مني مرة أخرى فهمتي؟ ولا ما فهمتيش عتابر نفسك عمرك ما شفتيني ولا عرفتيني قرب منها بلاحفة واحدا وجعبني انتي لا تقدرش كيفش كتبتيني أنا غالط غلط في حقك سمحني يا حياتي والله ما تكرر نهائيا أنا مني كانت على السبب كان نكون مواعيشة شنو كان نقول شافت فيها بعيتها سم غلطيش يا أسد انت قلت الحقيقة كان واحدك ما غتشوفنيش ولا مصدفة في حياتك عاف أنا لشتك مرة أخرى غنهرب وغتتخبى منك باش بنشوفك شتاني ما بغاش تفكر تفكر اللي قلتيني يا ما غديش تحس بالألم اللي يحسس بي كانت اخذت القرار ديالها يا كاي راضيها كاي عصدر لا ولكن سوفي ما قدراش تمسك بها بقوة وكاي قل بواجهة سهلة خليك معي مزبعتيش من أول غلطة خليك معي ملمز بعديني سيفتي شنو نبقى معك سيفتي شنو قالتها بقوة يا كاي تبعد نظر ديال عليه شافة بألم مقدرش يقول لها على العشق ديالو نجون ديالو بيها مقدرش يخبرها بالله قلبه عشقها وعمره ما بغاشي واحدة من غيرها القلب ديالو كاي المضلاغي هي خلات يدامني يدو بهدو وعطاته بظهرها خلاته بوحده كيشوف فيها بتسامة متعبة وحزينة كيجاهد دموع اللي كانت بحوصة في عيني حاول ما يقرب منها والحقباء ولكن الخوف ديالو منعه قرب منها بلهفة وكاي ياخد أنفات سريع سيلة قولي يا فين غادي سبشي باش نكون عارف بلاسك باش نطمن عليك ومضعت هنا بقوة كاي حاولت تبت قدامه وكاي تقول بصوت قوي شي حاجة ما كاي تخصكش قلت لك اعتبر انك عمرك ما شفتيني ولا عرفتيني فيش نهار بلا عريقه بصعوبه وكاي لعلن نفسه سيلة مستعد صفلك يبقى معايا سيلة بثابات بصفتي شنو نبقى معاك بإنها صيفة وعيني هكا حمري مضاك الغضب مضاك يغوز كيف مكسي بالأول علش دابة كتسولي احنا كنا مزيانين غادي مزيانين وراضي وكتي فرحانة شنو اليوقع ذا بعلش كتسولي هات السؤال كتتخلقي حوجة ماشي منطقية دمعه عينها بواجع كتسولي تريد حجة ماشي منطقية بسكتراني تريد حقال بيطولي يبقى معاك بصرفتي شنو سبخال الغضب ديالو منها قرب منها بحانان شنو اليوقع لك لش كتسولي هكا سيلة ضعفات القوى ديالوهمية وديك نظرات ديالو الحنونة شنو قينة سيلة جوبي لقد البكات ديالها وانذكرات الجملة ديالو اللي قاتلها نقل لها انتي هي مراسي وحبيبتي وروحي وقدر اخيرا انه يخلات سبحاني ولكن مع ذلك كانت بقى حزينة لديك الجملة ديالو ولكن عنده الحق كيفاش تحزنية من العشق ديالو المراسو هي مراسو ويا ما عرفاش بأي صيفة كتتواجد في حياتو كيفاش غتبقى حدا حيث كتتعشكوه وقدراش تبعد عليه وقدراش تخلى عليه بعد ما لقاتو ما بغاش تكون مجرد حدا هيعرفة على مراسو بشي بدك الطريقة ما ارضاش هكك على نفسها ما ترداش حتى على غيرها حسبات الأمر ديالو غادي تنفد دكشي لك يضرفها قلها حتى لو كانت نهاية دير علاقته معه قلتت على السرين بعد ما وصلت للبطار كاز حسب الحزن ودموعه نازلين علشان رضيتي ترجع معاه ثانية سيلة علشان اسمحتين نفسك ترجعي وهو الشخص اللي هانك بكنامه إذا كان الحب يلغي الكارمه هكا هبلهش منه ورجع سمعه باش نبقى حداه ونشوفه ولكيرها مزوجه سيلة دو دموعه كينصلوا بضايع يني هكا واللي شي خربت البيوت كتتخذي رجل من مراته اللي عمري ما نكون هكا نهائيا خسنين مشي خسنين بحاد بيم كشأنين ندير هذا الشي ما ينفعش نهائيا البعد اوه احسن قرار احسن حاجة نديرها اسد داخل الدار تكيل قاما مابا قاسين كيتفرج في هذا الفيلم والاب ديالو ضم خديجة بحانان وحب تخيل نفسه سوى قاسكا كحده سيلة فقلنش وروده على صوت داليا اهلا وسهلا نورتي دارك اسد شد الغيبة هادي فينا تتعطيلها كاملة شفاب غضب وكيقرب منها لك سيحسب لك رأسك ستحاسبيني فيقي عارفي مع منك اصغادر يا ابنت صاوي بكلمة واحدة مني ستكوني برا حياتي والابد سامعة؟ خديجة تتمنى وياك تشوفهم ياريت يا حبيب قلبي ياريت عارفك صبر عليها قداش ما جايبالكش من غير واجع القلب اكرم بحبه وكي بوصلها راسه احبيبتي خليهم احنا ممكنش انا ندخلوا بيناتهم خليهم احرار شافت في خديجة بطيق؟ كيفش نخليهم؟ على هاد اسد ولد من ماشي ولدنا احنا ما مقدراش نشوفها كاكيتها بقدام عينيه كل انهار من هاد السفسة هذي اللي جبتها انا له بيت ديه وانتالي انا وياك بلينا ولدنا بها اكرم شافة اكرم بيتها وبعدت نظر ديالا عليها وكتشوف من ولدها بحزن قلبها كيتشقى ليه قربات داليا من نوبل مكر ديالا والخبز ويقد دور دراعها لعنقه بحزن لماذا تقول هاك يا حبيبي تعرف ماذا كان بغيك وليش لحال مكتبها داليا كثيرا نحمق عليك تحشك بالسعب نفخ بضيقه وكاي بعديد داليا اللي فيه مكفيني هاد المرض ووصلك المرة اخرى ما غديش تدوس وغدي تكوني تقرب منها اكثر وها مثل احدى ودنيا تلقى الى الى داليا نظر راسها تبتلو الغل وحقد بيكتشوف فيه كيشوفها بغضب دارت في راسها واحد الخطة خصت نفد هذا اجتضمن الموجود ديالا احدى ومالحتمت معيتش علي العمر كامل تسمت فرحة بيكتشوف حماسه بغل وكره ودخلت موراه بحزن علي ولا حالت وقربات منه بتاعب ويكت كله اعتني امتا توقعها كاولدي اعتني امتا توقع تحملها اعطني سبب واحد يخليك متحمل هاد الانسانة هادي بلسه على الاريكا بتاعب وكي يحيد القرافات قربات منه بالحفا ويكت حضن وجو بحب مالكاولدي عود للماماك اشنوها قالك درسوا على صدرها بتاعب دمعوا عينا بخوف علي مالكا نور عينية شنوها قالك ويقعوا عينية مدمعين اعطني اني نعيش في محياتي مع الانسانة هادي كي كنت من نزوج واحدة نكون نبغيها وحصي اياك تبغيني نولده والهاد ونكون نقب كتي كنت من نشحن بحاجة خديجة ابدا تكاتبك احلى حالته ويجعل اديرنا فلسك هاكا صحافي تلقها تلق وريح قلبك تلقى حبيبي وغيشها ورنجيبلك للي تعجبك ونزوجها لك اسان بحزن يا رييت يا رييت كان ممكن انا بغيت ولكن بغيت طفلة كنت اول ما شافتني وعرفاتني قتلي يا بابا هاد الكلمة دي وجعتني بزاف فرقسين بيناتنا كمير بزاف مارداش النفسين ينزوج واحدة بحالة ونضيع مصدق بالاوحياتها ونجبارة على الناس بغيني حت عونتها بتاسم بعيش قواكي كم من هدرتو تعرفي اول ما شفت صيلة حشقتها بغيت طارقت كلامها عفويتها عينيها عينيها اللي كتخليني كان غرق فيهم عرفها ماما اللي شفت سيلة غتعجبك غتبغيها حتيها ضريفة و ولكي للأسف صغيرة بزاف بعداته علاءة بفرحة وسعادة وياكت حدن وجهه فين هيها بغنشوفها ولدي شكون هده اللي خلت أسد كيلين وكيبغي ماشي مهم ستنا حبيبي العمر مجرد رقم فين هي أسد بغنشوفها خرج التليفون دياله بتي سامع وكيشوف صورة دياله بحانان قد كتفح الصورة بفرحة زوينة بزافة أسد زوينة فين لقيتها هدي في تلقيتها أسد بويام وكيشوف صورة في عشق عندك الحقة ماما زوينة بزاف فعلا لقيتها صدفة كانت أحلى صدفة في حياتي خديجة بتصميم وياكتشوف فين تخصك تاخدني العندة بغنشوفها غنزوجها لك حبيبي تتسهل كل الخير وبينها سيلة هي اللي غتتعودك على هذا الألم والواجع اللي شفت يا حبيبي غمض عيني بألم غيرية كان ممكن في الليل وفي الأسد تقدم باب تشقة بهدو والطير بالأول مرة في حياته خايف أنه نواجه شي واحد ولكن بالنسبة لي باشي أي واحد حل باب بهدو في الدو وحد البوكيت فلوق بخص ورد كبيرة وبساف دير شوكولات البومبو بساسم بعشق واكي حطن فوق الأريكا وكيعي طلع سيلة أقدح واجبه بالصغر قرب الغرفة دياله كيضق على الباب خوف داخلي سيلة حلي الباب حلي حبيبي بعارف انك كاي عالية ولكن أنا غدي نتأسف لك مرة أخرى بخا غي نتأسف لك حتى تسمحي ديها شوفي شنو جبت لك بقى كيضق ثاني على الباب سيلة علش مكت جوبيش سيلة حليات الزبالة تفعل الباب بغضب حتى تمسعت عيني بصدمة وكي يشوف الغرفة بحل الحمق كيقلب عليها سيلة جوبيني سيلة قرب البلاكار حلو كي يلقى الحواج كله ملاصم يغمض عيني بواجع وضايع خايف يفقدها بعدها سيلة وخلاسه بوحده وبعد ما ألقاه داريته على صدره بتاعه كي يحاول يسيطر على دقات قلبه هذا القلب مغاني يموت بلعبها هلش خلاسه مش هات قلس كي ينتقيم بوحده فيمشي سيلة وخلاسيني فيمشي سيلة وخلاسيني فيمشي سيوب هات تعليك سيبغى تعرفي إنا صيفا ستبقى نبقى معك إنا صيفا ستبقى إحدايا وصيفت كنتين نفس لي كنت نفسه تي حياتي اللي ضاعس مني ولقيت علي ديك قدرش نقول لك هات شي ما قدرش هاتي له أنا وليس مجنون بيك في الأول كت كنقول أني غنخليك عنه ما غديش نجي حيث ما يمكنش ولا كي للأسف وليس ما شي قد كلامي الشوق ديالي كان كي يجيبني بزز مني عندك دمعت عيني بألم وكي يكمل بلمرة خاوية فين غلق اللي بأني كده ما فين فين غلقك حرام هات شي اللي درسي فيه حرام حرام كي فاشكت علقيني بيك وكسبها ديالي لاش درسوا بيني الدين بتاعب حسبيها قريبة منو قربات منو كسبكي قالصة قدتها مبواجع ودموعها كي يطرحوا على أخذوتها حزوزو ويشوفها مصدقش سيلا زاد بكاءة وياها كاتشوف فيه ما قدرش نمشي ما عرفش فين غير نمشي أسد اللي بشيت الناس كلهم كي يشوفوا فيه نظرات ماشي زوينة خفت وجيت كنجري على هنا أنا ما عنديش غيرك في الدنيا أسد ما عرفش فين نمشي والله وكان عنديش بلاصة نمشي لها ما كتش غد يجي ولكن ما عنديش من غيرك شديد ديالي ما قادرش يصدق وقفها قدام وبتسامة وقف جره هكا زيير علامة عن نقهة جره من يدى خرجوا على برها وقلص على الأريكا أو يمزالة كاسبكين حابني يدى بقوب حلا كي يخلي أنا معاك وما غديش نخليك فنزيتها كي يقبلها بكل رقة شافت فيها بعشق وشي سامة خاجولة ساسم بعشق وكي يشوف بشي سامتا شوفها حياتي أنا وانتي غنت تافقوا على شي حوجهاكا عقدت حاجبها بصيفها شنو هالحواجه أسد نعتني إذا حارة وكي يشوف عينها مباشرة انتي عارفة طبعا أني الوجود دي اللي معاك هنا في بلاصة واحدة غالط ما ينفعش بخا كل شوية كنجي لعندك ياك جاوباته بالدموع عارفة وانت ساراج لبزوج وما يمكش أنها كيش هانش اللي كتديره تخدق الصوت دي اللي بواجعه وانكي يصار ولكن الغلط مني أنا ما غديش للمك على أي حاجة أسد ممكن تطلب منك طالب بصح الدموعه بألم تتآمر يا روحي ماشي تطلبي تيلا بحزن وياك أتبعات النظر دي اللي عليك ممكن تلقى لي شي خدمة أنا بغن أخدم ونصرف على نفسي أنا بغش نكون عالة عليك بغن تكفل بكل حاجة نفسي ممكن تلقى لي أخدم أي حاجة بساعدة نخدم أي حاجة ونشي من هنا غلقى لي أخدمة وهاد الجميل ديالك عمري ما غن تساعد سيقني وعلم الخدمة ديالي غلقى البلاطة اللي نقلس فيها ونصار تسافي ها غنخرج من حياتك وعمري ما غن تساعد لقفة ديالك معي وما كملتش كماما عصري يدى بقو موجونه وعيني خرجات ديك النيران ديال الغضب والغيرة وش حماقتي وش كتقولي هادي شكتك كيفش بغت بعدي ثاني دفعتي يدى بغضب وقفات قدامه سؤال واحد وش بغيني معك ولا نكون حداك بصيفتك شكون وبصيفتي أنا شنو في حياتك بغت غين عارف بش نرتاح بغين عارف بش نقدر نعيش هنا أسد أنا عمري في حياتي ما غن تسوقفك معايا ولا رجولتك معايا وتلدامة كنقولك شكرا مزاف اللي وقابينات نعم شي صحيح وانت عارفتش مزيان تراج المزوج أنا واحدة ما كتعرفهاش مقلسة في دارك مصفتها شنو كتقلس معاك وتاكلو شوية كتجي تشوفها أنا بغينبهد ما بغشي واحد يجيشي نهار ويقوليني يخطفت الرجال ما غشي كلمة هكا قبيحة تجرحني وما غشي تسمعها بغينبهد عليها بغينبهد عليها داكي يدور في الغرفة بحل داك الحمق اللي كيستعد انه هيجم الفريسة دي هالو قرب منها بغتب وعلى شرجعتي؟ أهلا شرجعتي جوا بيني ديكسا اخليك معيدة طالما ماض الموضوع هكا ومصر في دماغك انك تقولي أهلا شرجعتي يا سيلة كي ماش بغي خدمة سيلة قد الخدمة هدي شنو؟ قرب منه منك يسارو دماغك ينسلو ولو نكون خدامة أحسد ياك الشي اللي ما غي تقوله ساعت عيني بصدمة من ديك الجملة دياله سيلة بارك يا من هاد الغبادة ديالك انا عمري ما نقولش كلمة تجرحك ولا توجهك هلاش مصمع لات تخريفة دي لفراسك؟ انا غري حكا للا غاز خدمي معايا انا وانا شنو انا عارف خدمسك؟ قعد انا ما غاش نكون معاك بلاسة واحدة انا بغنبعد قلت انا بغنبعد طفولي وعكت عقدية داق انت مصدرها بقوة اضع لاشفيفوك يشوف فيك يحس بها غذية ما مقدرش فهم داك الحب ديالوليها قرب لعب تصميم شوفي ما غاديتش معي داريا نهائيا خدمتك اللي بغا تخدمي ستكون معايا انا وتحت عينيه وسمي الحاجة الخور جديدة انا غا تحيشي معايا في هاد دارها نهائي غا تحيش معايا معايا عائلتي قدام الناس كلهم قبل التخاريف اللي في دماغك انا تساهلا اسمعتي؟ اشنا وا? كيفش في دارك اللا اللا مستحيل مستحيل نجي معاك ونعيش معاك اللا انا حمقتي وشوفها بناد را غاذبا بالحلاء يحضرها كاتحس برجلي هذا با في الارض ارسمع specialized نوقينا على البرود وكيضر جمعي الحويج اللي عندك هنا وزيد قدامي شافت فيها بغايد مشتكات كاتجمع فعلا الحويجة ويكاته دار بينا وبين نفسها أفكار كيديوه وكيجيبوها تلفات بقص عارف عين طريقات شدة وقدر القناعها أسد قلبين اللي غاتبشي للدار عندهم أسقل صغي عارف على ماما ومبابا وسحاول أن أسقل صباح قلب وما تدير شدكم الشغبات تيالا كالعادة ومن الغد غاتبشي مع الشريكة وقدر إعلم أي حاجة قلبت ستيالا في رأسها ويكاتشوف فيها واستها ست habíanس بحب وتسعة اس وقت سامسة ك time بس لا يهميك ويقلك لي وتبعز كأك نقلق واستها ستيالا لي من جديد ويكات تقول بريقة وها خأصت يالي طمم أن يكول معقلي سيقني تعرف أن sih لحبيبتيك لا ترشي حاجة غالطة عارف أكيد حبيبتي الله يخ 알고لك لي ويقلك وعيدى ما كنتبعيني بس يعني نهائيا حيت ما عنده من غيرك قال كلامه كيشوف فيها بتي سامحانونا ودقائق وصلوا للفيلا يا الأكرم الشافي شديد داب حنان كيطمونها بأنه معها بساس بحب كيتحس بالآمان حدها ودخل بها لداخل قال فاداريالا الأعريكا بغرور وبيدام برد كنتفرد في الفارحة بذلع كتكت بلخها دي جان كتشوف فيها كتشوف أكرم بحلة كتقوله أنه وصفها تشي كله شوفها بغضب سواء كيبعد نظر دي لعليا وكيشوف فيها تكيبن لؤاس الداخل وفيه الدون تلك البنت الصغيرة اللي تلقاه هو في الشركة وقفات خانيجة بفرحة من يبنت اللي داخله معاه بلهفة توسعت بتسامة أكثر وكثر ويا كتشوف فيها بلنظرها عندما معنا كتسولو وش هي سيلة وازرصوا بتسامة قربت من سيلة بحب حدناها سبقوه سعادة ويا كتقولها بفرحة أهلا بك بنتي وأخيرا جيتي تنياك من زمان انتي اللي غت تقددك لحيط الماين عقدت سيلة حواجبها باستغراب بعد أسد مو عنا وكيحذرها ماما خديجة بحل ما سمعتش كلامه وانت يا الغزالة بسم الله ما شاء الله هاليك قامر قامر غزالة سبارك الله ساس مات سيلة بخاجل ماغتي خالتي رفع أسد حواجبه باستغراب وكيشوف يا انتشفت فيه بحد نظرها قرب أكرم منهم بحب تحت نظرها بالداري اللي كانت شعلة قرب أكرم من سيلة سيلة عقلالية دارت يتعلم فيهم قدر الشيء قرباس منهم لهفة أكيد حقل عليك أمين توحشتك بزاب ولو عينيك حلين بالغيرة وكيقرب منه جرمني الدم سماكلك وكيشوف أكرم هالنادرات اللي خلصوا يرفع حاجبوا السنكار ضغط على يدها بقوة حتى قرباس منهم داريها وياك تقول بساكبور تكون عند البنت هاد يا أسد سيلة ما عجبهاش ديك طريقة ديالها دارتي الداهل الخسر دياله يلا grabמ نجوشتك هد 거지 ثم غير كثيرا هاي انتوا هذه اللي بنت هدا أبي AS فوقي وعرفي مع مينك تسح الله أنا سيلة الموضوع عندي واتتيري سکوتش على فؤمك هذا اللي غم حلوم سماسيني ضحكت خديجي على الطريقة ديالها وياك تشوف غ Periodia بش ماتا قرباس منها سيلة ومن سيلة عن قزة وباس exacerbrated احتنا داريه أكرم لي كان فرحان حس أنه ولد وكياحشق ديك التفلى المجنونة اللي قمت تامه قرب أسد من داليا وضربين سنانه هادي سيلة وجمعي فمك بارك من دل بسيلة عدت على شفيفة بغدب كيفاش سيلة شنو تسيلة إن شاء الله وغدتكون هنا بسفتها شنو عبدت سيلة راسة بقار هاد الجملة يلي كرهايته وكرهايته في حياته بحل دست لعناتك الجرح بدون رحمة أتبقى حدا بسفتها شنو أتبقى معا بسفتها شنو قربت بلاحثة من سيلة هزت وجهة هز وجهة بحانا وحب وكيقول من مرة عاشق مطيب أتبقى هنا بسفتها أفضل إنسانة في حياتي وأحلى صدفة في حياتي أحلى بالنوصة طلقية وعرفتها في الدنيا بتاسمت سيلة باشك وياك تشوف عيني لحظة أدخلته ما كراش يخدها بعيدة للعالم كله ابقى غيبه وياها بتاسم بحانا وكيغمزها ورتحت خديجة ريحة راسة على كسف أكرم لا يضم علي أكثر وكيغمز لا راسة أما هي غوتات كتخرج دكنين على الغضب وياك تغوت شكتقول هكا؟ عاو تسمعني شنو قلتي؟ شكول هدل بنت هني ولا الجايبه هنها أصلا؟ شو غدير هنا؟ حبا من درعب قولي إلمعتها صديق فعيني بغضب وكيغمز كيزيد قيد غطالها اسميتها سيلة سمعتي سيلة السكرتير الخاصة بيا وغتعيش هنا معانا فضر صوت كده ميلا سمعتي ولا لا؟ لا تكتقرب منه بجنون وش عارف انت عارف ألا شنو ممكن ندير عارف مزيان ما غديش تقدر توصل لغير أهسد أنا اللي فيدي كل حاجة سمعتي ولا لا غي أنا بتاسم بوضو وكيجر من درعب ودفعها لداخل الغرفة بغضب لا تكتجرف لغسلات ديالش عارب حل حمق وكتغوز عكيد هتشيري سمع سكتوب تاني يا لأنا أنا وما سمعتي ملكي أنا ما غديش نخليك لشي واحدة أخرى سمعتيني ما غديش نخليك لها كتبغيها ياك قرب منك سر وكيغوت كان عشقة مشي كان بغيها كان عشقة وكان موت في عي حياتي كلها عمري كله ما غديش نخليها سمعتيني سمعتها قدام عينيها توسعت عينها بصد ما مقدراته دارتي الدالة فما مقدرش شيق وأهنه بصد ما أسد بقوة وكيمسحها دمعة تحس من عينيها نظم شفيفه غضب مصطنع وكيقور بصغرية مش كونتي معليش ممكن تفكريني آه نسيت شوفي فييا باش نكملوض الموضوع دانية أعرفها بزيان أنا علش مخليك هنا وعليش حاط قدام عينيها داريا بكوره حاقت وياكت بعد عليه سيقني غحت ندم أكبر ندم وما غديش تقدر توصل لها من غيري سمعتيني كل أسرار معاي أهلا ما غديش تقدر توصل لها من غيري ضحك آساد والقوة هاااااا سوف نرى هذه الأيام لتعرفك باي خرج و خلاك تضرب حل الحمق و هيك تضرب كلمات غير مفهومة ولكن كلمات تيالها سامة ثواني وبتسمات بخمس و هيك تقنس على الفراش سيلا سيلا السراقة هي اللي سرقت الفلوس صدفة زوين هادي فين كدابة فين كدابة عميت و زينب علاقة غريبة لينشأت من سيلا و أسد ممكن يكونوا أنها علاقة مش سوية لأن أسد مزوج و كين بزاف اللي غير يقولوا هادي خطفت الرجال مخسج دير هاكا بزافت البنات اللي كيكون عندهم نظرة سلمية لمرأة اللي اللي تتقرب من الراجل اللي كيكون مزوج ولكن هنا كينو حد الاستثناء أسد علاقته مع مراته علاقة اللي هي خيبة قبيحة مرسه إنسانه وصول يا أناني وهو ما بقش معه إلا لأنه مبغش يتلقى يعني بدون سباب كينش سباب لي خليه تلقى و كين بظهور سيلا في حياته كل شي تغير غادي نعرفوا الأحداث اللي غادي توقع في الجزء الأخير اللي هو غا يكون الجزء الثالي و من بعد هات الجزء هذا نسمعني أن القيسة تكون عجباتكم خليوني الأراء ديالكم في التعليق و شنو رأي ديالكم فهد العلاقة هذه و شنو رأيكم في الأشخاص اللي كانين في القيسة و نتلقى مع مقارب إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة